جمعت شخصية صالح سليم كل صفات القيادة الناجحة من شعور بالمسؤولية وطموح بلا حدود واهتمام بزملائه وتوجههم والأهم من كل هذا الإلهام كان صالح سليم ملهماً لكل من حوله فكان القدوة لزملائه في الأهل ومنتخب مصر سنة 53 كان صالح مصاباً بالزائد الدولي وتصور كثيرون أنه لنعم راهنا إياه بين الأهل والزمالك لكنه أصر أن يلعب وفاز الأهل أربعة واحدة وكسب الجمس كابتر رفعة الفناجيلة عليه رحمة الله قال أنا كنت بحترم شخصية صالح سليم لأنه هو اللي كان بيدير للملعب كله بعمل اندباط في الفريق ما إيضارش لعيب يطلع برى الخط ما إيضارش يلعب بطريقة مختلفة عن المطلوبة لما بيلاقي حد متخازل أو بيقدي بطريقة غير جيدة هو الوقت ده اللي هو بيبقى كذلك كنا بنلعب منتخب القاهرة ضد منتخب إسكندريا في النادي الأهلي أول مرة لعب معه منتخب بقى اللي هو المناطق فكان الكابتن حسين مذكور والكابتن الجندي فكانوا بيكلمونه كتير فبقيتها الدايق يعني لبقت أنا في الطايم الأولاني فدخلت الطايم وقعدين بيدي الكاب غافيم يعني بيتكلموا معنا فلاقيت الكاب صالح بيحط إيده على كتفي كده بيقول لي أنت مالك أنت أحسن من كده في إيه قلت له يا كابتن الجندي بيتكلم والكابتن حسين مذكور أنا مش عارف أمس الخورة ولا عارف غلعب قال لي هقول لك على حاجة حطي في ودانك قطني يعني ما تسمعش حد ويعمل اللي أنت عايزه نزلت الشط الأول الثاني عملت زي ما هو قال لي ما سمحتش كلام حد وبتاعه وجبت جول مش شديد لدركت أنه هو يزعق لك ولكن يوجهك وهناك فرق لأن أنا وجهك طبعا بحماس وفتاع لكن مش زي عشان أنت غلط ما بقدرش أسكت على الحاجة اللي ما هيش صح لأن أنا بحب اللعبة دي وبحب الرياضة وطول عمري فيها وبحب أنها تبقى كويسة فما بقدرش أقول على حاجة صح وهي غضل صالح له مكانة من الهيبة والحب ودي بعتبرها أحد علامات القيادة النكحة أخبير يعني كنا كلنا بنسمع كلامه وهو كان بيحبينه وإحنا كنا بنحبه يعني طبعا ما هو أكبر الناس تحبوه فحبوه حبوه 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 يعني حبي دي عن الكرة ده عامل زي الممثل المسرح الكبير جدا اللي لو غاب عن المسرح يبقى فيه حاجة نقصة حضور معناها كده زي النجم التلفزيون اللي لو غاب تحسني فيه شيء غايب حتى مهما جابه مين مكان وبتدى سنتر صالح سليم إلى محمد يحي أمام إلى عبد نصحي هو القدوة ككابتن لأي قريب فرقة الزمالك في السكنات استضافة ريال مادريد وأستعانت بعدد من اللعبة منهم صالح سليم ياما راح صالح سليم الممبرى يكن حسين خذ شرط الكابتن ولعب صالح سليم الممبرى ترجعني تاني وبالشمال يلا يا صالح يلا يا صالح في الخشبة وضعوا النار يا صالح يا صلاح نقول للمنتظر نقول نقول يا أولاد أنتم تكتبوا تاريخ خرة القدم في العالم صالح سليم ماشي ماشي في غاية العصر وشان شرطة في غاية العظم قد في الخشبة وننعم نحب التورة بعدها بسنة اتفق منتخب الأهل والزمالك على صدافة فريق توتن هام الإنجليز وبطريقة القائية حاول الكابتن يكن حسين أن يكون كابتن المنتخب فرفض فقال له من توفقت قبل كده فقال لهم أنا في المرة الأولية كنت أضيف عند الزمالك لكن المرة دي دا احنا منتخب أهل وزمالك وأنا الأقدم من يكن حسين في شيء طبيعي أن أنا لازم أكون الكابتن بطاعة في الهند الشمال لصالح سليم ودوا بينه وبين بها هو والجول وبيحطوا في الجول الجول الجانب كلمة كابتن متفصلة عليها هو هي متلقش هلأ الكابتن صالح سليم أيوة لأنه هو ما كانش كابتن في الملعب بينزل قدامهم ويعمل التص ويسلم ويتصور وكلام ده ويمشي ويطلع أي واحد مننا هو كابتن على طول كابتن طول الوقت كابتن في التمرين كابتن في الكلاب هاوس كابتن في الأوتوبيس وإحنا رايحين الماتش كابتن في أي رحلة في الطيارة هو كابتن في كل حتة القيادة أو الكابتنية أنا بعتقد أن دي حاجة لا هي بتتعلم ولا بتكتسب كاريزمة مستمرة معنا لحتى هذه اللحصة ومثلما احتضنه مختار التيتش وهو صغير كان صالح سليم يحتضن الناشئين ويشجعهم نقل له مختار التيتش خبراته فكان ينقلها للناشئين كان عينه على الولاد الصغيرين اللي دخلين الفرقة يكلمهم يقولهم يوجههم حتى لو فيه أخطاء لازم يوجهك للطريقة الصحة أن أنت تصلح أخطاء يلعب معنا وكان بيوجهنا وليس كنا عين صورينا أخذني تحتباطه كده أنت لازم أنت عندك سخاف نفسك أنت حتبقى من المرة واحد في النادي لا راح تبقى من المرة واحد في مصر أنا حبقى بالصمرار وصص لك وشاور لك يعني إيه حسستك أن أنا معك وبيشيل أي خوف من من عندك وانت نازل تلعب لأننا كنا عيار صوارين وقتها يعني كنت أنا وجوي كنا بنحبه بدان بي واحد بتحبه كنت اشتحس بالخوف وانت نمزة مر على صالح سليم العديد من المدربين منهم من يكبره سنا ومنهم من في عمره مثل الراحل عبد صالح الوحش ومنهم من يصغره مثل الراحل طاه الطوخي علاقة الكبار ومنهم صالح مع هذه التدريب اللي هو فيه أصغر منه بشهور وأكبر منه بشهور كان عملية أن ده أستاذ هو المسؤول عن النواح الفنية وواجب الطاعة وتنفيذ تعليماته كان بروفيشنال لاعب للضبط وقمة للانضباط وضعيب في الملعب زي وقاي زي أي حد عشان كقدوة عشان الناس تمشي وراها يعني كابت النطوخي ده كان يخاف لأنه معاكل أساطير ورغم ذلك قال له أكثر من مرة يعني قدامنا يا كابتن طاه أنا من أنت عايزه يعني أنا ملتزم بطلب من الكابتن صالح بقول له كابتن على أساس هو كابتن الفرقى يعني أكنه قداري مثل قال لي لا أنا زي زي أي اللعيبة تفضل أنت تكلم ويذكر التاريخ مواقف عديدة لصالح سليم تبرز ملامح شخصيته التي جعلته النموذج للقائد تجيرته شديدة على فريقه ولا يقبل الخطأ أي كان فاعله ويقف مع زملائه قال ما كانوا على حق عندما مضى كابتن رضا لعب الإسماعيلي وكان أحد نجوم مصر بارزين جدا في حاس العصر مضى للنادي الأهلي رضا كان صغير الفترة دي وفرح أنه جاي الأهلي وخلاص وجات مرة من الأهلي وكان كويس جدا جدا البلد بقى قامت على رضا كل إسماعيلية طلبوا من أهالي رضا كل أسططة بكامل مغادرة إسماعيلية صالح سليم بلغوا بكلامنا فرحمة رجعه النادي ورضا رجعتان الإسماعيلي كنت أنا وقتها بلعب وانجلبت في الماتنة أن السك الحديد وبعدين أصبته وخرجت بره صارح وقف نقب كبير جدا وقالي أنه لا يجب أن تعلم صالح هو اللي يتبرني من الطهر في ماتش كنا بنلعبه هنا في النادي الترسانة وكنا كزبانين اتنين واحد وبعدين ميمي عم حميد الله يبحبه بقى مسكوا الكورة ويغزل محمود حسن فمحمود حسن قطحها وكان حيجبها جول خدتها طبعا وصلت للعرضة وضيتها لكابتن السفرياد طبعا جيت كابتن صالح طبعا بيقوله يعني ازايت كده وبتاع فقال له يا أخي إلعب جامد يتطلع بره وقال لينا يا أمي حميد سابن الملعب ورح كنت أنا بينهم هما الاثنين كنت واقف والكلام ده بيحصل كلمة قالها والتاني خدها واخد بعض وجريه حس بوطئة اللي عامل وعد المرش لدرجة ان هو راح له عشان يعتذر له في البيت بعد كده فرح له للبيت بعد المرش بالليل فوالدته فتحته وقعتني ان هو بايت عند خالته راح جابه من عند خالته وأتذر له جابه عن دخالته وبات معاه هو طارق سليم في بيت صالح وتاني يوم راحوا النادي مع بعض هنا كان حس الإنسان عنده كان عالي جدا في سنة ستين كان فيه تصفيات دورة روما الأرمبية وكانوا في غنة فكان الإقامة سيئة جدا فياكن حسين اعترض وطلب ان الرئيس البعث سيجي عيش معهم في نفس مكان الإقامة عشان يعرف قدين معاناة فرئيس البعث أخذه الكبر وقرر ان يرحل ياكن حسين الى القاهرة فاعترض صالح سليم وانا لو ماشى ياكن حسين حنمشي كلنا وراء وفعلا تراجح في القرار وكملات الدم المباراة الشهيرة اللي كانت في السودان كان مباراة عصيبة وفي نهاية المباراة دخل قد اللبس وكان فيه جنور السوداني كان سائر في هذه المباراة فكابتن مصطفى كامل منصور قفل ويف قدام الباب وقفل الباب كابتن صالح اما دخل بيبص كان كابتن طارق بيلعب لقى كابتن طارق مش موجود في القوطة فعايز يطلع يجيب اخوه فطبعا الكابتن مصطفى كامل خايف على اللعيبة اي لعيب ان هو يخش في ظل صورة الجمهور السوداني فمنعه فحصل احتكاك بينهم وهو ده اللي ادى الصورة اللي قاله كان الكابتن صالح يتدعى لمدير الفرقة وبتاعه لكن هما الاثنين كان موقفهم صح واحد بيحمي اللعبين والتاني عايز يروح ينقذ أخوه فدي من الحاجات طبعا اللي اتغدت على الكابتن صالح لكن القصة الحقيقية واحد عايز يحمل الفريق والتاني عايز يشوف أخوه حصل له ايه طبعا وده كان رب فعل طبيعي